انا مش قلتلك اول ما نحط رجلنا هنا تنسي مصرك كل اللي فيها اه اه بس دي ماما وطعبانها جدا والله بقولك ايه كون النسوان ده مش هيخش علي مش عشان شوية هبل انت بواصل الكل اللي انا بعمله انت من ساعة محطوط رجلك في الطيارة وانت امك مش عيانة امك ماتت حاضر هم واهلك كلهم حاضر حاضر انا مش هكرر الكلام اللي انا بقوله ده تاني لاني ده لو حصل هقتلك حاضر الاسف هقتلك يا رجوان انا اسفق الله هقتلك واخ بس انا ترجمت الموضوع في منت وولتلها رايح فرع بس كهربت امي يا تعون زي ما تكون عكشتني مع واحدة جد تعون يد يا كبداكي ده انت تحت كتكوت يا جدع الله طب ما تفكك منها بدل ما هم ربيالك الهالع كده يا تعون يا تعون اللي ما يخافش من حرمتهم ما يبقاش راجل اللي ما يخافش من حرمتهم ما يبقاش راجل هم اللي يبقاش راجل هم اللي يبقاش جدش ويري انا عارف بقى ايه الحكمة الغلطة ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ألو مساء الخير يا قبلة مساء النور يا سوك طب منين عليك انت عامل اي دلوقتي انا كويس الحمد لله بقولك يا قبلة انا ربنا كرمني واشتغلت على عربية كبداكي واش عايز اقولك بقى القش يا معدن والحمد لله طب كويس يا سوك ربنا معيك بقولك يا قبلة وشوية كده ان شاء الله واجيب امي ونيجي لأخوك الأستاذ فواز ان شاء الله يا سوك بقولك وانا ممكن اطلب لحضرك حاجة بس بعد اذنك ممكن يعني اكلمك من حل الاخر معلش يا سوك مش هينفع خلينا كده احسن لحد ما تعرف تيجي لفواز حتى قبلة ما استخسر في المكالمة قبلة معلش يا سوك عشان خاطري ماشي قبلة انا اسف يا قبلة منكلمتك سلام يا قبلة مع السلام يا سوك انا هاخد قميس من النوم دون وهديك 20 جنيه والباية على 6 شهور بس انت تستهلي معانا شوية 6 شهور ايه احنا قلنا القصة على شهرين وقطعة واحدة بس هي واحدة طبق اسماعي ما تسمعيش كلام النسوان دول دول يأكلوا ما للنبي انت جاي تتنصح علينا ولا يا سبت صندس يا اختي وما تنصحش ليه ها؟ عايزة تلبس المشخلع والملمة وما تدفعيش سلام عليكم امشي هاهاهاها التليفون بيرين هاهاهاها خد يردي هاهاهاها يا حلو هاها يا بابي هاي دي يا حبيبتي طمينين يا روح عاملة ايه دلوقتي الحمد لله يعني هيكون عاملة ايه؟ عايدي وبعدين بسكي نبسك بقى اجمدي ظروف وتحطينا فيها لازم نستحملها ما انا مستحملة يعني هو انا قدامي حاجة تانية عاملها يختحمدي ربنا اقولي الحمد لله غيرك مش لقي لقمة ولا هيد ما يلبسها انا بكلمك يا حبيبتي عشان طارق جنبي اهو وبيقوله ان عاوز يودي الورق للمحام الكبير اللي هو يعرفه ونعمله توكيل بتاريخ قديم قولها ده متخصص في قضايا الاموال العامة ششت انا بسألك رأيك انت يا حبيبتي صوصا بعدما تأكدنا ان نادر ده مالوش اي علاقة بالراجل الجبان ابو نجوان ده المهم معرفتوش ايه الورق اللي هو عايز عليه فلوس ده مارضيش يفتح بقق ومن غير ما ياخد فلوس فانا انا قلت نستنى شوية حد ما نشوف المحام الجديد ده حيقول ايه فانا قلت ناخد رأيك الاول ايه رأيك نروح له واناش عرفني يا بابي والله العظيم انا مش عرفها انت شوف ايه الصح هو اعمل والمهم اتخرجني من الكابوس ده باي شكل حاضر يا حبيبتي وان بس انت خلي بالك من نفسك حاضر يا بابي باي خلاص ما تكتبهوليش كله اكتبلي نص البيت هو انا صبري معاك طولت السنين دي كلها يعني مالوش تمن الله واحدة غيري كانت راحت عملتلك قضية دخولة وتجوزت عائل صغير في سنها يجيب لها العائل اللي بتتمناه من الدنيا تمن ايه يا ست نورة والليت عايزة وانا مأجرت من الشارع الهرم عشان تقوليلي تمن ماتت متجوزة ومتسدتة وأكلة شربة نايمة وعمل نفسك السفيرة عزيزة قدام نسوان الحتة كلها ايه اللي جننك بقى وخلاك تقولي اكتبلي وما تكتبليش الله واش معنى يعني كنت هتكتبه للبت الواقع ولا كميني يعني بنت قصول وما تشربتش عليك أول ما تجوزنا ولا انا كبر واستحمل عشان تيجي غيري وتلهف عالجاهس من الآخرة يا ست نوال انا مش هكتبلك بلاطة من الشاقة عيشي بقى وما تخربيش علي نفسك انا نازل اشوف شوكلي بدل المرار اللي انت معايشانا فيه الليل والنهار اعوذ بالله بقى كده يا سلومة ماشي يا انا يا انت صباح الفل يا بسوكي عنداليب صباح العسل اسحع مانطقة شعر مصر اوه الوراق انبابة كتكات منورة نجم بقولك يا انا اومر اشوف كواف مكان كبداكي اقلل ايش بقى نجم بنا ما اقولي انت مختفي فيني يعني مش هايغل بقى بقولك يأزروفني نص اسجق ونص كب بنا ما اقولي قبل اسجق ولكبدا كده اخبار الفن ايه يا عم بطلت الكلام ده خلاص بقى اتشغال ماندوب ما بعاج شرك المنظفات بليه بفعل بيوتا بيع منظفات وبعكسة باكتر عايز ايكل اخرف اقولك حاجة نظافة برضو بقولك يا نجم ما ترجع تاني الملعب يا نجم ونعمل دوتو انا وانت استاذ انت تكتب استاذ وانا لحن وغني يا عمد ودن ايه قدلك ما بيأكلش عيش الظروفني سالنوشات هقولك حاجة قادل عيش هو بص يا استاذ وقعت الشعر بقى كمان مقابل الغذاء اصرفني واخر اوه يا استاذ استنى 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 الو صباح الخير يا سوك صباح الخير يا عبلا وحشان يا عبلا سوك انا محتاجة لك في خدمة اموريني يا عبلا الحاجة انت صار تعبانة اوي وانا محتاجة اروح لها البيت اتطمن عليه بس جوزها راجل ناقص اوي وطردني المرة اللي فاتت وانا مضت لها التقرير من المستشفى بس هو محتاجة يتمضي من الوزارة ده انا تحت عمرك وانت تؤموريني انا هديك عنوان بيتها يا سوكا وقابلني تحت نطلع سوا طب بقولك ايه ما حد عليك في المستشفى وانروح انا وانت لا يا سوكا مش هينفع وانا لولا محتاجة لك مكنتش كلمتك ماشي يا عبلا سواني واجيلك يا عبلا جوباي بصش الجاسم بص حضرتك معي دلوقتي شحنة السكر دي هتتكلف 2 مليون يورو ده من غير الشحن والنقل ولو انا هعمل موضوع الشحن والنقل ده الفلوس هتزيد حوالي نص مليون يورو كمان لو الكلام ده مش عاجبكو وانتو اللي هتتكلفهم النقل والشحن ادوني بس لتنين مليون يورو تمن شحنة السكر بس في بند في العقد بيقول ان اي اضرار او تلفيات تلحق بالشحنة يتحملها الشيء الجاسم واحدة هذا طبيعي سبحان الله في طبعا انا هسلمك الشحنة سليمة خلاص يبقى انا انتهى دوري وما انت عايز مني ايه تاني الله ما ترد يا شيء جاسم لا لا اسمع يا اخ مروان مو معقولة انا ادفع اثنين مليون يورو علشان الشحنة واتحمل نقل الشحنة بعد وادفع زيادة لا لا هذا وايد وايد الله طبعا انا هسلمك الشحنة هنا لا بيعها هنا يا ايبه اهني مو محتاجين سكر احنا محتاجين السكر حاج مصر انا مش عارف اقولك ايه يا شيء جاسم يعني انت عايز نعمل ايه هو انا هكسب من وراك كم يعني لما ضحب نص مليون يورو انا مش فاهم بصراحة لا لا انا اقولك انا قاعد اقولك هذا المبلغ تبير تبير وايد حتى اسأل السفنة جوان انت شرايج ما تقولين شيء والله مش عارف اقولك ايه يا شيء جاسم بص يا مروان خلاص احنا نتحمل مصاريف النقل والشحن عشان خطر بقى يا حبيبه يعيني عليك سكر والله العظيم سكر بقعت لنقاط عسل انت تؤمرني يا شيء جاسم الامر لله تسلمي شفيك سكات يا مروان ما تتكلم قول حاجة الله مش عارف اقولك يا شيء جاسم انت زي ما بيقوله في مصر مسكتني من يدي اللي بتوجعني بخلتلي من نقطة ضعف نجوان بعرفش ارفض لها طلب خلاص متفقين احنا ان شاء الله مبروك الله يبارك بيك مبروك احنا ليلة نويعك تشلنا بحكنا علي مالك ابدا ماليش من ساعة ما جينا ما بتتكلمش تقريبا يمكن مفيش حاجة قولها هو انت لسه بفكر في ناجوانيا نادر؟ للاسف في حاجات مينفعش مينفكرش فيها زعلان عليها؟ زعلان من نفسي ان انا زعلان عليها سيبك مني يا سارة على فكرة بقى انت مولتليش اي حاجة عن نفسك هتكرهني لو عرفتني ليه بتقولي كده يا سارة؟ على فكرة انا ما بحبكيش عشان اكرهك وبعدين انا اتعلمت من شغلي ان انا ما خدش موقف من الانسان الى قدامي علشان انا عرفت عامل مع قضية بتاعته بحيات؟ انا بابا وماما طول عمرهم برا مصر اتنين دا كترة كبار نقلوا في كل بلد شوية وطبع معهم فلوس كتير فمفيش حد فيهم فضيلي ولا فضي يعرف حاجة عني اصلا رجعت عادت في الفيلا بتاعتنا تلات سنين لوحد يا نادر ياه حبيت ابن خالتي وحبني كنا هنتجوز لحد ما جات واحدة صاحبتي خلتني اجرب الكوكاين حبيته وما اعتبرتوش ادمان يعني اعتبرته حاجة حلوة قلت ايه المشكلة بدل ما معافلوسه طول الوقت زي اللي بيشربه سجاير كده طبعا ابن خالتك اول ما عارف تم سابك يا ريت كان سابني من كترة ما كان بيحبني كان بيحب يشاركني في كل حاجة انا بعملها لدرجة انه كان بيدرب حاجات انا نفسي معرفش حاجة عنها يا دينيلا يعني يا ادمن هو كمان للأسف كنا قاعدين مر في الشقة اللي هنتجاوز فيها معرفش كان ضرب ايه ولا عامل ايه وزود شوية وفاجأ لقيتو مايت في حضنه اعملت ايه مساحت ايه اثر ممكن يكون لها في البيت ونزلت جاري طبعا خالتي وجوزها كلموني وبقيتش عارف اولهم ايه طولهم ما شفتوش ولا عارف حاجة عنه المهم بعد اسبوع الجرانشام وراحتو طلعوا كسروا البيت مع البوليس اكتشفوا انه ميت اوفردوز يا سيدر والحد النهاردة مفيش ايه حد يعرف ان انا اللي كمان كنت معي نادر ولا اني بشم اصلا الا واحد بس مين ده هقولك ما هي اقوالك في الاتهام المقدم ضدك من المواطن هندي زكي محمود الشهير بهندي مؤسط بتهمك فيها ان انت سرقت عربيتو التيوتا الميكروباس لوحات معدنية حه ميمته سيارة رقم تلتمية خمسة واربعين مرور الزاوية انا يا باشا لا حاوله ولا كوة اقل بالله انا ارد اقول ايه يا باشا انا اساسا معيش رخص السواق وما بعرفش سوق هسر عربيتو ليه ساعدتك مقدم البلاك شافك وانت بتسوق عربيتو يوم الاربع تلاتة وعشرين مارس الساعة اتناشر بالليل اين كنت في ذلك الوقت كنت في البيت نعم كنت في البيت وكنت نائم اصلا حضرتك طالب في كلية الزراعة والصبح بادري بيباع عندي معامل ومحاضرات وكده ما بصهرش الاثناشر دي ابدا ابدا انت لسه طالب مع ان شكلك سنة كبير يعني بس انا مريت بظروف عائلية وحش قامل والدي توفى وانا بدرس وزعلت عليه قوي فترة بس انا كنت مرتبط بيه جد الله يا رحمه بس انا ان شاء الله هتخرج زي ما وعدتو بإذن الله انت ما لشكلك عامل كده ليه وتحت عامك السود وشكلك مبهد من كتر المذاكرة يا باشا والله في الامتحانات قربت وبصهر طول الليل عشان اذاكر يخلى سبيل المتهم بضمان محل اقامت شكرا باشا باشا تعال 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 نعم 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 فئنة انا ما يشباش اصلا اول مرة واخر مرة ان شاء الله لطيف بقى الشيخ جاسم انا مش لطيف اه طبعا بالطريقة دي يبقى لطيف جدا حبيبي انا عاوز اسألك على حاجة انت حتديني كم في الموضوع ده يا حبيبتي فلوسي كلها ليكي وانا فوق البيعة انت كده كده معايا يا حبيبي بس انا بسألك عن الفلوس اه عايزة كلام يا حبيبي انا انا عاوزة الربع امم انا عاوزة الربع الربع وماله وماله حبيبي نقبط بس وبعد كده نتكلم ماشي اهلو ايوا سعيد بقولك ايه المركب متتحركش خالص لغاية ما شركة التأمين تخلص كل شغلها وبعد كده المركب التانية يتحرك بعدها بساعة يلا يلا اوكي اوكي بقولك ايه انا عايزك تشوف شغلك كويس اه عشان انا نتعامل مع بعض كدير بعد كده يلا حبيبي بالتوحيد الف سلام عليك يا امي تؤمننا بالسلام ان شاء الله تعيش يا سكا يا ابني تعبت نفسك وجيت ليه بس يا هزر يا بنتي ابلا هجر ربنا خللنا ابلا هجر خلصتلك الجواب على نافة الدولة وانا الصبح ان شاء الله خلصتك امدة الوزير طب ما بدل ما انتو تعبين نفسكو كده وعملين ان انتو جبتو التايهة كنتو كلمتو المستاشفة كانت صرفت لها معاش ولا شافت لها شغلانة وهي قاعدة بدل ما هي بقى زروعة كده وعمالة تقول عايزة اطفح عايزة اطفح وما بدخلش قرش ما تقلقشي حاج انتصار انا عرف دكتور في الوزارة وهخلي ان شاء الله يخلصلك الورق بسرعة وتقومي بألف سلامة ان شاء الله احول ماتبطل انوح بقى يا وليه هي بوصر دماغي المتكلفة كانت كدهـا وانتو بوص فاقر اجرت تقولك يا جدع هو البعيد مبايحسش فايه ايه داه leur انت جاباني معرم الدول عشان نمد عاديهم علية يا بوز الفقر خلص بقى خلص بقى يا سوكا معلشي حاجة انتصارها نبقى نجيلك بعدين وان شاء الله لما سوكا يخلص التقرير عبقى جايه يقولك على موعيد الغسيل يلا يا سوك بقتلها طفح معاك تطفاحه دعوا يا بيت خلاص يا سوك انت لولا قد جدي كنت بوصت لك وجهانك يا جدع خلاص يا سوك عشا خطري يلا بينا والله لولا قعدت الحشيش اللي احترامها لكت قمتلك طبا دي الحشيش هوا يا عمولي خلاص يا سوك يلا بينا بينا الحشيش الحشيش يا ابن السهيلة الحشيش طب انتي إيه اللي خلاكي تقوليلي على كل اللي حصل بينك وبين ياسر عشا يا خايفة منه قويا يا بيت ومحتاجة حد قوي يحميني انا حاسة ان القوي هتقدر تعمل بها الزهر اللي عمل موجود خرافي عشان يجيبين معلومة دي انتي يقولتيلي انك مولتيش لحد انا تقريبا حكيت لوحدة صاحبتي زمان في ساعة ما حصل الموضوع ده بس ما عرفش حاجة عنها يمكن بقليه سنتين اصلا ما شفتهاش بص يا سارة انا عايزك تسطي فيها انا حقولك تعملي ايه وتصرافي معايز زي بالزبط علشان ما شوكش انك قلتيلي اي حاج حاضر يا نادي بس كليزة ومش عايز اي حد يعرف الموضوع ده انا وان ساعتها بحاول انساب اي طريقة ومش عارف وهو جيب كل برود رح فتح لي الجرح كله انا مخفيش امسك يا سوك الورقة دي تروح بيها الوزارة وتسأل على دكتور ايمن عبدالله وتشوف هو هيقولك ايه انا مش عارف يا الله ازعل على السيت الغالبانة اللي فوق ديت والله فرح اني شفتك ملوش لازم بقى الكلام ده يا سوك وعلى فكرة لولا الموضوع ده انا مكتش كسرت كلام اخوي عبدا بس هي الست دي طيبة ومتستهلش بصراحة اللي جوزها بيعملوا فيها انا كل يومي قبله بكتشف انك اجمل واجمل واجمل وانا الحمد لله عشان ربنا اكرمي قابلتك في المستشفى انا ولفت الدنيا دي كلها مش هلقى دفرك طب استنى انت بقى عشان انا همشي تمشي تروح فين الطريق هو طريقي يا الله بدل ما حد دايقك يعني يدايقني انا اللي دايقني تبقى مضاعي عليه بعدين استنى شوية بعد كده امشي واتقل كده عشان تاخد الاوتوبيس اللي بعد ولو لقيتك راكب الاوتوبيس اللي انا ركباه هنزل منه انا بقول لك الادب لناسه حكم القوي عالمطربين يا جولي الوش اللي انت عاملا ده والله واشتغلت فيك يا غاني انجليزي يا بط البقرة يا ما انت بقى لاش ده واشا انا مش عارف اسمع الغنوة منك اسمعي اسمعي ما انت خلاص عيارك فالت انت كمان شوية شوية العيس بتهاني ما دخلكي علي ببدلت رأس وصجاة يا سلاة خير عايزة ايه يا كله اعوذي منك يا حاصر انا جاي هنا زبونة اتفرج واشتري بفلوس هو انا مش بيته ودخل على جواز ويلزمني جهاز ولا تكونيش مفكرا يعني هيقضي شهر العصر بيضوم الشهر زبونة ايوة زبونة ايه مش بيهش ولا مش بيهش المحل قدامك اه هناك اللي يعجبك بس ما تبهدليش حاجة واللي تبهدليه ترجعي الطبقية اسمعي بقى ام اقولك ايه وقب ايه لها حاجة البتة دي ترديها برا وانا بتبطنت يا خالتي ده المحل في حاجة حلوة شكلها تعجب الوادي براهيم بقولك يا بيت ما تجبيني اللي احمر اللي على الملكان برا ده شوي ملكان؟ العاق العاق ردي هوا 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 علو مساء النور الحمدلله كويسة يا حضرة الزابط بتعملي حاجة بكرة؟ بكرة اش معنا؟ اي حاجة لا بس ورايا المحل كنت عايز اعزمك بكرة عالغدا بتعزمني عالغدا؟ مالك بيها يا بيت انت بترضيني عليها ليه؟ الله؟ لا مش هينفع أصلاً هنا الوحدي في المحل ومش هينفع أسيبه الوحدي قصدي يعني مش هينفع أسيبه ومشي خليها الوقت تاني مفيش وقت تاني هو بكرا أنا خلاص حجزت المكان والغد وبعدين بقولك إيه لو قلت لأ حبعتلك اتنين أمان يقفوا على باب المحل ما يدخلوش حد للغاية ما توقف يعني أعتبر ده أمر يا حضرة الزابط سيدك ولا بأمرك ولا حاجة قلت إيه بقى خلاص بكرا أقولك باي باي اطلع يا أختي هتلي العلمة اللي كان برد أنت لنتك حمرة صباح الفل يا صباح القشطة يا صباح الجمال وحشتني يا بيتي يا نوال والله وحشتني حاجتك الحلوة يا بيتي يا كوز العسل دول شوية مهلبية إنما إيه حتكلي صعوبك وراها آه قولي عاوزة تنمي على مين يا بيتي قولي أبداً والله يا خالتي دايماً كده فهماني غالط ما تبقيش نوال بنتم ونوال قولي قولي ما تبكس فيش قولي أبداً والله أنت سعبتي علي فقلت أقولك إن سلومة خد فلوس بتاعت البيت بتاعت التنكيس اللي أنتو دفعتوها وراح أشترى حتة قرن في الحرر اللي ورانا قال إيه عايز يبني عمارة 11 دور بصنسار ومدخل رخام يا مصبتي بفلوسنا يا سلومة يا خرابي ده أنا الجماية لسه أنا حلوبر يا أولاد ما هونت سعبتي علي فقلت أقولك تلحي قبل ما يبني تعالي هنا يا بنتي قوليه هو هيبني عمارة 11 دور بصنسار ومدخل رخام بفلوس نحن بالفلوس دي إزاي يعني ليه كرتون ولا كرتون مو في حد دلوقتي بيبني بفلوسه هو حطت يفطأ بصورة العمارة على الأرض واللي بيجي بيدفع واه من دقنه وفتله يا بيتك يا رجل يا ضلالي أما أنا عليك يا أمسوك أنا مو قلتلكيش حاجة يختي آه أنا مش نقصى مشاكل معاه مشاكل؟ هو لسه سلمشة مشاكل؟ ده أنا هاخرب بيته هو واللي يتشددله اللي معايا هيبقى معايا اللي عليها هيبقى ورايا اللي معايا هيبقى معايا اللي عليها هيبقى ورايا محدش يا عرف يكسرني طول ما ربنا باوايا على راس اللي يبقى علي اللي عليها الأيام جاية مش هنسلي وقف يوم جنبي ولا هنسلي استنطر بي اوحا أنا قلبي قادر بقى اي أحد انا علي زي الجبال اوحا ايه؟ ثم ما انت هيني موقفك على العربية الكبدة؟ أنا شايفاك واقف عليها من مبرح قلت تلاقي راح هنا ولا هنك وموقفك على ما يجي ما انت عارفة ان كبداكي ما بحبش يوقف على العربية عش اهو اهو جي اهو انت فينا هيبقى من مبرح وسيب لا عرف عنك حاجة ولا معبرني ولا حتى طب منتني بالتلفون عملت ايه في النيابة لا بس انا من قدامك يا هور ما عملوش حاجة ما حدثونيش قلت لهم ما ليش فيه قالولي إخلاق سبيل يا كرة انت كنت عددت فلوسه وعرفة دي فلوس ايه ودي فلوس ايه؟ يا هي ما خلص البيت ما بقاش مستحمل هيوقع على دماغتنا تعالى معايا انت وثوكا واقفلوا انا مش هقفلوا الواحد طب استانى بس افوق وافطر واجي معاك يا دين يسيب علي يا ياما طب اعمل ايه يعني؟ اروح استقجر لي راجل من القهوة يتصدر لي قدم ليش راجل يتصدر لي بقولك يا ابراهيم انا خلاص انا بتحط يدي في الشائق منه قولي قدامي قولي قدامي يالا يالا وسالا ده ايه الخطوة العزيزة دي واش اناونا وعمليهم كبايتين شاي استنى نوعات احنا رجوف يا اخوي اولا جايننا الضايف وديت فلوس تنكيس البيت فان يا جزار البهاي ايوه يا اخوي ما تتحكش علينا بكباية شاي ولا ازازة الزوزة فين فلوسنا يا راجل فلوسنا اللي قطعينها من لحم الحاي فلسكم اه 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 فلسكم في الحفظ والثون اه فلسكم معايا ولا كأنها في البنك المركزي عدم المؤجزة بطلت ليف والدور علينا احنا عارفين ان انت اخدت فلوس التنكيس وبنيت عمارة جديدة ابني عمارات برايح تعمسوك ايه انت ابو السالف رزي رزقك يا راجل يا حرامي وديت الفلوس فين اللي فتحتاني عليها وخليتنا استالف من ليسهم اللي ما يسواش وفين التنكيس يا عم الفييس ما تتكلم يا برايين بقولك يا سلوم انا ساكت من الصبح وسابق تبارطة بس من الاخر كده يا حبيبي الفلوس دي انت واخده على ايد الحكومة وماضي على كده هتقعد بقى تستلوح وتلوح بالفلوس يمين وشمال الحكومة هي اللي هتزعلك ايوه 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 بقى الحكاية كده كل واحد يعرف واحدة تعرف ظابط ومشي معاه يفتروا على الخل يا راجل خل ان انت يا كوريا لا يا حبيبي واحنا كمان هنزعلك واحنا زعلنا واحش انت مش مجرب ولا ايه اه ايوه بصراحة يا متر هو ورا القضية كله كان عند محمي تاني هي كانت عند الدكتور نادر عالم الدين بس هو عنده الظروف واحنا قلنا نلجأ لمحمي تاني انا محترم القضة صراحتكم بس دي قضية صعبة انا محتاج شوية وقت عشان ادرسها ويرد عليكم هقبلها ولا لا بس يعني كده حضرتك حتاخرنا انتو عارفين ده موسم قضاء الكبار اللي في البلد واحنا كلنا خمس محامين اللي القضاء اللي منوها ده بتروح لهم فالدنيا زحمة شوية طب يعني ممكن حضرتك تحدد لنا معادي لو كنت هقبلها ممكن هتأخذ شوية ولو مش هقدر هتلاقوني برد عليكم بسرعة وخصوصا انكم تأخذتوا على ما جيتولي والحكم ضد المتاهمة هيصدر قرية احنا متشكرين قوي يا أستاذ انقصنا خلاص يا عموهدان اكون اكتعون خارج كبداجة تحت جناحه وبعونهم الجوز جاكتعون يد يا نسر يد انتو أولادي اللي ملمستش أموهم هي بس المصلحة رشقت علينا جات كدر نقول لها لا طب بس رشقت عداية ديب بيدك ووسحها شوية دا احنا عشرة الايام والليالي السودة سوا طب بس انت عطيني بعد الوقت وانا وسحها عشان انت والنسر ما تزعلوش انت قاعد بتنبورلي زي ما كوني اشتغلت في كرفور يا دا عشت الليل مع الأشكال الوزخة ديه ما تلزش وفلوس هشار بازبيرتو لما عميانة بتطير زي النسر يا نسر ايه المدم؟ ياريت عملي نسر ايوه نوال ايوة دخل الناشفتي وحشتين ملياش حقت وحشني يعني دا احنا كونوال المتجوزين هاتم الآخر ورميلي اللي في بطنك يا نوال عاوزة ايه؟ عاوز منك ايه يا هيمة؟ ولا عاوزت منك ايه يعني قبل كده؟ وحشتني عاوزة شوفك وانت ما وحشتنيش ولو في خراب في دنياتي حيبقى من تحت راسك انت جرى ايه يا هيمة؟ هو انا كفرت يعني اني بحبك ولا كفرت؟ سلام يا نوال انا مش فضيلك سلام ومش فضيلي ليه؟ وراك ايه يعني اهم مني؟ قلتلي عاوزة قبلك وانا قلت لا هنحكي في ايه تاني؟ واقول لها انك كذبت عليها في حكاية الفرح والهدوم اللي انت مستلسها وانك كل الليلة بتطلع تتسحب وما بيجيش غير وش الصبح وشمس ربنا منوارا يعني ايه يا نوال؟ يعني تتعدل معي وانت بتكلمني انا حشوف كده سلوما دنياته ايه؟ وحكلمك وانزل قابلك امين؟ امين ايوة كده يا نار اسود كل دي ما ستجت واناها في الموبايل ابو طالب 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 اب بتعملي ايه يا سارة؟ سارة سارة بتعملي ايه؟ افتح يا سارة سارة اخوة انت مفتحتش ليه افتحي له انا عارف مين اين مروان؟ مروان وين ايه؟ اين في ايه يا شخ قاس؟ مروان وين ايه؟ مروان وين ايه؟ اهو؟ هلان وسهلا يا مروان اسمع انا عرفت انك انت اكبر نصاب عرفته بحياتي وانت منحاش من مصر لانه عندك قضية نصر اسمع اترجع لاثنين مليون يورو ملوتي ولا اخليك جدة هامدة هنية؟ ايه ده بس يا شخ قاس؟ اخلي انت الثانية اه؟ اهده اهده بس يا شخ قاس؟ اهده؟ اهده حرام عليك كفاية من ساعة ما عرفت موضوع السفينة وغرقها ده وانا بتقطع من جوه اسمع انت فاكرني انا احبال ولا بريالة اي مركب اللي غرق واي شكر اللي ده ما تلمقى قلتك؟ تدفع لي فلوشي لتنين مليون يورو؟ ولا افرغ للمسدس هدا براسك؟ اهده بس اهده وتعال اعود اهده وبعدين انا مش فاهم يعني لما يكون ملياردير زيك يضيع نفسه عشان ما بلاك تافه زي ده؟ وانا ان كان علي انا عايزك تضربني بالنار واتموتني وتخلصني من التقطيع اللي جوايا ده؟ بس اعمل ايه؟ المكان كله مليان كاميرات يعني اي حاجة انت هتعملها هتوصل للامن على طول ايه ده بس ايه ده؟ ايه ده وتعال اعود وتعال اعود ما تفاهمنيش تبتشوي يا علمني؟ تعال اعود وانا هاعلمك تعال اعود يا نجوان تفضل تفضل يا شيخ جاسم اعمل لنا كاسم بسرعة خلي الشيخ جاسم يروء تعال بس تعال انا عناية للشيخ جاسم طبعا بس مش عارفة ليه هو النهاردة عصبي كده شوي هو شكله قلبه ضعيف ومش قد التجار بس بس يا نجوان لا 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 ما تقوليش كده مش معنى ان الشيخ جاسم خسر صفقة يبقى قلبه ضعيف ما هو برضو كسبنا واحنا معرفتنا ملايين انا عندي افكار لا يمكن تخسر ولا يمكن تعرف غرق ولا بحر ولا الكلام ده خالص طيب ما تفاهمني؟ فاهمني يا فلتت زمانك مقبولة منك يا شيخ جاسم عارف تجارة الافكار دي انجح تجارة على مستوى العالم ليه؟ لانها لا هتحمد ولا هتفسد ولا هتعطل ولا اي حاجة خالص مو بعد ايه؟ فاهمني؟ مو فاهم شي انا هفاهمك بس اشيل المسدس ده وخليك راجل مؤمن وقول إنا لله وإنا إله راجعون واللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها آمين آمين دور الدنيا كلها يا شيخ جاسك شكرا اتفضل شكرا خد يا حبيبتك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يلا يلا شط واحد شط واحد ها؟ بالهنة هالله يهنيت تسلمي ديت منور منور يا شيخ جاسم يلا أنا جوانك أستاني بسرعة شكرا شكرا أنا عارف إنك مستغربة المكان هنا شوية يعني أكيد عيشت برا مصر ومش واخد على الأماكن هنا بس صادقيني المكان هنا لطيف قوي أنا بقى جي كتير أنا واحد صاحبي لا المكان فعلا لطيف حلو قوي بقولك إيه؟ أنا مش عايزك تتوتري من وجودي يعني اعتبيني يا ستة مش موجود خالص أهو معدوا على ترابيزة تانية ولا إيه؟ لا لا إزاي؟ لا لا مفيش حاجة خلاص يخرب بيتك ياريتني جبت سيرة مليون جنيه ده أنا لسه مخلصتش الجملة حبيبي أنا قلت أطمن عليك عامل إيه مع المزة البلدي بتاعتك؟ بتحترم نفسك بقى وبعدين مش وقتك اقفل يلا دلوقتي مش وقت إيه أنا بتاع كل لوات أنا جنبك أساساً ودخل عليك طلب لي أكل معاك ما تستعبطش؟ ما فيش الكلام ده؟ وحيات أمي جاي لك سلام ما عليش يا ستة واحد صاحبي مجنون شوية المهمة أنت عاملة إيه؟ كويسة أول كويسة طب قوليلي بقى تحبي يا كلمك أنا عن نفسي ولا تكلمين أنت عن نفسك؟ لا ابتدي أنت الأول لا أستمعك أنا اسمي علاء عبد الحميد وبشتغل زبط مباحث لو سألتيني إيه أكتر مهنة بتكرهها في الدنيا هقولك هي شغل أنت المباحث ازي يعني؟ والدي كان لهو شرطة متقاعد وكان مرشح بوزير دخلية وكان وقته كله للشغل وطبعا بقى بقيت السيناريو أنت عارفات أكبرني من أن أدخل كلية الشرطة ولما لقيت نفسي دخلتها قلت خلاص ما بديهاش نشتغل بقى مدام دخل لو عايزة تردي ردي لا لا مش مشكلة تفضل كامل بس معك بس يا ستة وأنا ما عرفش بقى بحاجة وما بقاش شاطر فيها أنا أصلا دخل شرطة بستة وتسليل في المائة أمال إنت كنت عايزة بقية؟ مش هتتحكي أنا أقولتلك لا مش هتتحكي وأتحكي فنان تشكيلي مش قلتليك هتتحكي لا مش قضي معلش بس يعني مش لايقى خالص على شغلانتك لأنا عندي كمان المرسم بتاعك وخدت جواز كتير قبل كده بس طبعا الجماعة التشكيليين بقى ما بيقبلونيش يعني بيشوفوني كده إن أنا برسم على سبيل الوجاه طبعة اليوم بيقولوا من وره ظهري ده ضابط ده ماله من للفن والرسم مع المشكلة إن حتى الفنانين من المثقفين المفروض يكونوا سابقين للمجتمع بيفكروا بنفس الطريقة في إيه مالك بتبصي لي كده ليه؟ لا أبدا مستغرب طريقة تفكيرك بس لده كلامي بالظهر